أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط على الدور الذي يقوم به معهد التخطيط القومي باعتباره نافذة بحسية للدولة المصرية على مداري السنوات الماضية جاء ذلك خلال اجتماع المشاط برئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومي أشرف العربي بعد دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وأكد الاجتماع على دور المعهد في تعزيز السياسات بالأدلة والبيانات الناتجة عن الدراسات البحثية التي يجريها ويشرف عليها وكذلك عن دوره في تعزيز نهجي وفكر التخطيط العلمي في مصر والمنطقة العربية عبر الأنشطة البحثية والتدريبية والتعليمية ونشر الفكر والعمل التخطيطي في كل مؤسسات الدولة المصرية ودعم ثقافة التخطيط في المجتمع المصري